صباح الورد والفلة على عينكم الحلوة او مساء الورد والفلة على قلبكم الجميلة حسن ما بتشاهدوا الفيديو. النهاردة حبايب جيجي هنعمل مع بعض الفراخ الرستو. بطريقة سهلة. وطعمها زي اللي ابنا كلها في المطاعم بالزبط. يا رب وصفة النهاردة تكون بالنسبة لكم سهلة وبسيطة. وتعجبكم. انا لسه مطلعة الفرخة من الفرن. هنقطع بقى حتة كده مع بعض. ونشوف شكلها سوا. طبعا يا سخنة جدا. مش مستحملة. ان انا همسكها من السخنية. بصوا حبايبي دايب ازاي خالص? ونعمة جدا. يلا حبايبي قبل ما نروح نشوف الوصفة بتاعت النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا لي الجرس. عشان يصلكوا كل جديد. وهسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف. اتمنى حبايب قلبي متابعة. ودلوقتي نسمي باسم الله. ونروح نشوف المكونات بتاعتنا. انا هنا حبايبي معي فرخة. غسلاها كويس. ومنشفاها. نصفيها كده من الميا ومنشفاها. بمندين مطبخ. وفصلة. الجلد عن اللحم بتاعها كده خالص زي ما احنا شايفين. اهيت. بتتفصل بكل سهولة. الفرخة حبايبي انا غسلاها ونقعها في ميا وملح ولمون. وغسلاها كويس. ومنشفاها زي ما قلنا. اهيت. انا اشف ايه دي بس كده. وارجع لكم اقول لكم ايه? التوابل والحاجة اللي هنستعملها. انا هنا معايا تلات معالي اسامنا مسيحيها. ومعايا التوابل بتاعتي عبارة عن بصل بودر وبابركة. ومعايا التوابل دي عبارة عن ورق لوري وحبهان ورزماري. ضربهم في الخلاط من عاماهم اللي هي في الكبة. ومعايا البصل. ومعايا ملح ومعايا زعتر ومعايا فلفل. زي ما قلنا حبايب قلبي بصل وتوم بودر. معلقة ومعلقة. ومعلقة بابركة. ومعلقة صغيرة من ورق اللورة وحبهان ورزماري. انا من عاماهم في الكبة. ومعايا معلقة من الزعتر. ومعايا ملح وفلفل. ومعايا الزبدة. السايحة دي هي سامنا سايحة. هقلبهم كويس كده جدا مع بعض. طبعا هقلبهم لغاية الملح ما يدوب فيهم. اهي. دلوقتي بقى انا هعمل ايه يا حبايبي? هجيب الفرخة بتاعتي كده. وعشان اتأكد ان هي ما فيهاش مية خالص. ابتدي كده اناشف بمنازين المطبخ الفرخة. اهيت. اناشفها كده من بره ومن جوه. وتأكد ان هي ما فيهاش اي مية. وهناشف كده الطبق. هي طبعا فيها مية بسيط. بس انا بوريكم ان لو فيها مية تتنشف كده بكل سهولة. ودلوقتي بقى حبايبي. ابتدي اجيب بص كده رفاية. بص وعمل فتحات زغيرة خالص كده. اغزها بس كده. هي حاجات بسيطة كده. عشان الفتحات دي يخش فيها التدبيلة اللي احنا عاملينها. فيبقى لحم الفرخة. السدر متشرب كده. من التدبيلة اللي احنا حطينها دي. احاول كده قابل الفرخة كده من تحت الجلد. انا زي ما انتم شايفين كده انا شده الجلد اهو. وبشرب اللحم نفسه بتاع الفرخة. انا هنا بقلبها طبعا عشان التوابل كلها تبقى مختلطة ببعضيها. تبقاش في الطبق من تحت. هدهن كده الفرخة كلها من بره ومن جوه. وتحت الجلد. والجناد كده بين اللحم والجلد بتاع الوراك. هندعكها كده كويس. طبعا ممكن تستعملي ايديكي لو ما عنديكيش فرشة عادي خالص. هنحط كده. الدوابل والخلطة كلها كده جوه الفرخة. هندعك كده. جوه الفرخة وبره الفرخة. هنشرب الفرخة من التدبيلة دي. هي. طبعا طريقتها سهلة وتدبيلتها مش مكلفة خالص. يعني التوابل دي اكيد موجودة في كل بيت. عشان كده هي مش مكلفة. وطعمها جميل جدا. انا هنا كده تبلت الفرخة بالتوابل اللي قلنا عليها. اللي هي عبارة عن ورق لوري وحبهان ورزميري. وطحناهم في كبة الخلاط ومن عماهم واخدى منهم معلقة. ومعايا بصل وتوم بودر. ومعايا زعتر. وببركة. وملح وفلفل. انا بقول لكم التوابل تاني حبيبي عشان ما ننساش. انا هنا دا عكتها هي كلها كده. من بره ومن جوه. ما فيش حتة هي مش مدهونة زي ما احنا شايفين. هنا بقى حبيبي. هسيبها كده واجيب صنية. وهيت. وهنا معايا كيس حراري. هبتدي افتح الكيس كده. انا هنا حبيبي سيبت الفرخة كده عشر دقيق بس. على مولاعة الفرن. وجهز السنية بتاعتي. هبتدي بقى انزل بالفرخة. فقلب الكيس الحراري بتاعي. هيت. اخسل بس ايدي كده وارجع لكم تاني. انا هنا بقى احاول الم التدبيلة كده اللي في الطبق. واحطها على الفرخة كده. ودلوقتي بعد ما خلصت كده هبتدي الم الكيس. اهوت. اطلع كده منه الهوى. زي ما احنا شايفين كده واحدة واحدة مع بعض. ههوت. وبعد ما انطلعت الهوى ولميت الكيس كده هبتدي اربطه. هو الكيس الحبيبي بيتباع بالبلاستيكة بتاعته ديت اللي بتتربت بيها. والكياس دي اسعارها مش غالية. اللي حابب يعرف سعرها. هما تقريبا تلاتة كياس وسط في المقاس. لان في اكبر وفي اصغر من المقاس ده. تقريبا بعشرة جنيه ونص. هنا كده الفرخة بعد ما حطناها في الكيس وقفناها. وحطناها في السنية بتاعتنا. هنزل عليها بكوباية مية مغلية. دي مية مغلية. انا هنا مش هخرم الكيس ولا اي حاجة. ادي كوباية تانية اهيت. وطبعا هنتباحها في الفرن. لو محتاجة مية هنحط لها. بصوا حبيبي احنا هنا الفرخة بتاعتنا استوت. اللي في الكيس ده. السوس اللي هي منزلها. هي هنا خدت في الفرن حوالي. يعني بتاع مسلا من نص ساعة لساعة لربع. انا هنا هفتح بقى الكيس. وهبتدي اخد من السوس اللي نازل ده. وادهن به كده وش الفرخة اكوبه كده على الفرخة كلها. اهي زي ما احنا شايفين كده. هبتدي كده اشرب الفرخة من السوس دوت. وهدخلها الفرن تاخد لون بقى وهنا بعد ما اخدت لون من الفرن. زي ما احنا شايفين كده. شكلها جميل جدا. وريحتها تجنن. وطعمها جميل جدا. انا واسكح بقلبي ان هي هتعجبكم. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف اتمنى متابعة. واشوفكم على الف الف خير. اشتركوا في القناة